نروح مع أحسام على دورة العاب البحر المتوسط والإنجازات العظيمة والميداليات العظيمة وكل يوم فرحة وكل يوم فخر وكل يوم ناس بترفع رأسنا في السماء كل يوم ناس بترفع عالم بلدها في السماء رأيك إيه في اللي بيحصل في دورة العاب البحر المتوسط والإنجازات العظيمة طبعا يعني النهاردة أفلنا اليوم بالإجمالي عدد الميداليات 49 ميدالية متنوعة طبعا منهم 13 دهب و14 فضة ويعني ده حاجة طبعا عظيمة جدا بالنسبة لنا و22 برونز طبعا بتكلم أنه كل يوم زي ما قلت يا كريم فيه يعني يكاد يكون كل يوم فيه دهب كل يوم السلام الوطني بيتعزف كل يوم فيه إنجاز جديد وأرقام قياسية بتتكسر وفي النهاية بنفرح بأبطالنا وده ضوء بينور علشان نشوف احنا رايحين فين قبل باريس 2024 ده الأهم ان احنا نشوف اللي حصل في وهران ونبدأ نشتغل عليه نبدأ منعمل تارجت معين بأبطالنا دول نشوف مين لحق أرقام قياسية إزاي نقدر نضاعف الأرقام دي إزاي نقدر نكسر أرقام تانية علشان نكون فيه المنصة في باريس 2024 ده الأهم طبعا لكن حقيقي فيه أرقام مميزة كتير فيه بنتكلم عن بسانت حميدة لمكسرة الدنيا وعملة شغل بسم الله ما شاء الله على فكرة أنا متابع بسانت مش من دلوقتي يمكن فيه بعض أو الأغلبية تفجأت ببسانت دلوقتي لكن أنا متابع بسانت من فترة وتحديدا لما طلعت بتعيط قبل توكيو لأنها النهاردة ده استقبال الكوات المسلحة لها النهاردة بسانت لنسبة كلامها طبعا هي بتلعب في نادي المؤسسة العسكرية وبصراحة موفرين كل الإمكانيات لأكتر من بطل مش بسانت بس بسانت في توكيو دموعها هي اللي خطفتنا كانت بتبكي قبل أيام من توكيو لأنها طبعا أصيبت قبل أيام قليلة من السفر إلى أولمبياد توكيو الأخيرة كانت بتبكي طبعا وإحنا يعني أنا عملت معها لقاء قد إيه كان عندها عزيمة أن هي تكمل وأن الإصابة دي ما تتوقفهاش هي من موليد 96 فلسه عندها فرصة ليه كلنا بشكل لا إراضي نحتفي بها جدا فيه أبطال عزماء في هذه الدورة كتير مش هي الوحدة عشان برضو حابة أقرر على الكلام ده بس إحنا متعاطفين معاها مبسوطين بيها عشان الفوز في العدو وفكرة أنه ألعابك هو إحنا دايما مش مميزين فيها بشكل كبير ولا عشان الكسة اللي إنت حكيتها دلوقتي ديت الشكل الدرامي اللي إيها قبل توكيو هي أكتر من جانب مع بسانت طبعا أولا زي ما قلت كريم فعلا أنه بعيد أو في سباقات السرعة تحديدا الميت متر والميتين متر دي ما بنشوفش حد مصري المتفوقين فيها جمايكا وشوية أسيوبيا والمغرب فأنت علشان تعمل ده لكن على ما يبدو أنا بقول أن هوا سكندرية غير مختلف يعني بسانت سكندرانية وأبطالنا معظمهم في الأبطال الأولمبيين في سكندرية كرم جابر يعني أكتر من حد مش عايز أنسى أسماء لكن قصتها مختلفة أن في سباقات السرعة فعلا إحنا أول مرة نشوف بسم الله ما شاء الله السرعة دي رقم اتنين الكابتن محمد عباس زوجها وهو مدربها برضو عملوا يعني كبلز مع بعض كده خطف الأنظار وخطف القلوب كمان وخلى الجزائريين كمان أشققنا عملوا ملحمة مع بسانت في وغران موضوع الجزائر ده حكاية جماهير الجزائرية يا ربي طبعا طبعا عمل ملحمة فعلا مع اللاعبين المصريين كلهم في كل الألعاب روح عظيمة جدا من كل الشعب الجزائري والجماهير الجزائرية الموقف بصراحة مثالي طبعا عايز اقولك على قبل منسيب النقطة دي انه انه سيف عيسى النهاردة بيحتفل بالذهب طبعا هو مسك عالم مصر وعالم الجزائر طبعا عايز اقولك على نقطة تانية طبعا علاء ابو القاسم النجم البطل القوليمبي المصري طبعا سلاح ممتوا جزائرية يعني انت بتتكلم فيه يعني فيه قصص كتير طبعا وهنتكلم كتير عن القصص بأكيد هو الشعب الجزائري دائما وأبدا في ظهرناه دائما وأبدا يساند كل الأبطال المصريين